اشتركوا في القناة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 224 دقيقة ما بعد العصر يعني بتوقيت الأردن الساعة 24 دقيقة لا ينتقل بعدها إلى منزلة الهقع وهي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كمثل استخراج السموم أو العمليات الجراحية أو أشياء لها علاقة يعني بالأسحار والأعمال يستخرجها الواحد من جسمه ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر ما زال موجود بالثور لآخر يوم تأثير القمر حكينا لما يكون موجود بالثور بنشعر بالحذر أكثر ومن ميلة المحافظة على منتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا أو أي أعمال منزلية بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا اليوم أول زاوية رح تكون زاوية التثليث ولكن يبل ما ندخل على الزوايا الفلكية الزوايا الفلكية تأثيرها بنفس التأثير هذا على كل البروج يعني ما لها علاقة أنه القمر بوين بأي بيت والكوكب الثاني بأي بيت فتأثيره بدي يكون بتأثير البيت الموجود فيه لا تأثيره نفس تأثير هاي الزاوية بتعطي إشعاعها على كل الأبراج بنفس التأثير أو بنفس الإشي الإيجابي أو السلبي اللي إحنا منحكي عنه فهاي الزاوية زاوية إيجابية نعناته رح يكون الحدث إيجابي على جميع الأبراج مهي الزاوية هاي زاوية التثليث إيجابية بين القمر والزهرة رح تكون فيه تمام الساعة خمسة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديث إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة تسعة وستة وعشرين دقيقة صباحا بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية سلبية زاوية التربيع رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة وحدة وثمانية وخمسين دقيقة بعد الظهر بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية تتليث إيجابية رح تكون بين القمر وبلوتو ورح تكون في تمام الساعة تسعة وسبع وعشرين دقيقة مساءا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار طبعا حكينا عن خلو المسار هذا طويل شوي فعشان هيك بيبدأ خلو المسار ساعة تسعة وسبعة وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 11 ونص مساءا وبيستمر لصباح اليوم التالي اللي هو لصباح يوم السبت الساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة صباحا يعني طول الليل رح يكون عنا خلو المسار اللي بتضرروا من خلو المسار طبعا اللي في الجزء الآخر من الكرة الأرضية واللي بيكون عندهم نهار فعشان هيك هدولة بدهم ينتبهوا لأن الفترة هاي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا حكينا أن القمر رح يظل موجود ليوم السبت موجود بالثور صباح يوم السبت بانتقل وبصير بالجوزة عمر القمر القمر انحسار المحدب تساع أيام في تمام الساعة عشرة وثلاث دقائق صباحا بيصبح عشر أيام نسبة الإضاءة سبعين في المئة أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين منتحسة بنسبة أربعين في المئة القمر في الثور حتى يوم ثلاثة وعشرين واحد سعيد بنسبة ثلاثين في المئة عطارد في الدلو حتى يوم ثلاثين واحد سعيد بنسبة خمسة عشر في المئة الزهرة في الجدي حتى يوم واحد اثنين سعيد بنسبة ثلاثين في المئة المريخ في الثور حتى يوم 4-3 منتحس بنسبة 75% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون على الأغلب مفاجئة بتدخل تحسين على ميزانيتكم بطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا ما ضيع الفرص خلال هذا اليوم وضف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بوضع برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الحظوظ قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أحد منافستك اطوي صفحة الماضي بترتفع المعنويات مجددا لتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحظوظ عالية تعتبر هذا أو هذا اليوم يعتبر من أفضل أيام الشهر برج الجوزاء يوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم ولكن دون إهمال صحتكم بيسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها وبتخيب آمالك لسبب أو لآخر أهم شأنك اليوم لا توقع العقد وما تحسم أمر فترة فارغة من الطاقة والحظ أهم شي إنك ما تراهن عليها برج السرطان ابتسعدوا في لقاء الأصدقاء أو من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم أهم شي إنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه خلال هذا اليوم كثف ارتباطاتك باستطعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالودوء والليونة والصبر بتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي برج الأسد يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بتحمل هاي الفترة ضغوط على عدة أصعدة وممكن تكون يعني من الأيام المتوترة تنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر حاذر من العناد والمشاعر السلبية برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بتطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة يعني بتكون ممتازلة إلك فترة مناسبة للإنفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلى صلاش بشراكي أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد لا تغامر بموقعك حاذر النزاعات والتذمر والتمرد قوم بواجبك بشكل تام برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم حافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك بتكون الضغوط كثيرة حاذر من تأزيم أي خلافات وخلي كلامك يكون واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس رغم تراكم العمل انتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جد والغذاكم وخذوا قسط كافي من الراحة تتلاحق عندك الاتصالات وبتكثر المسئوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل لا تشك بنفسك ممكن اليوم يكون في بعض الإنشغالات الصحية برج الجديد ابترغبوا في التقرب من أحبائكم تعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شيء ما تبلغوا في تجربة حظكم المالي انت على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنب الانتقادات واسعى لتلطيف الأجواء تستعيد صفاء ذهنك وتفاوض أهم شيء إنك تتفاوض بمهارة خلال هذا اليوم حاول إتمام العقود والصفقات التجارية برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء إنك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسئولية كبيرة ممكن تكون على ارتباط مهم ما بجوز الفشل لفترة هاي بتحمل مصاريف منزلية برج الحوت بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات القصيرة اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم شيء إنك ما تسكت عن أي شيء بزعجك اسمع صوتك بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو للتقصير هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء